أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الانشائي لمركز نقل الدم وتجميع البلازمة على مستوى الجمهورية ومراكز المرحلة الأولى التي تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبيا إضافة إلى موقف مراكز المرحلة الثانية والمخططة دخولها الخدمة بداية العام القادم كما تطرق الاجتماع إلى موقف البنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازمة وما يتعلق بخطوط الربط وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز